ها ولما العجلة؟ تفضل لا حول ولا قوة إلا بالله مرحبا أصدقائي أنا عادل قبل سنوات كنت صاحب شركة صغيرة غير معروفة كنت بالكاد أستطيع توفير قوت يومي وفي أحد الليالي وفي وقت متأخر كنت عائدا للبيت لمحت شابا جالسا يبكي سألته مرحبا هل أستطيع مساعدتك؟ ليس لدي مكانا أبيت به هذه الليلة لو ساعدتني لن أنسى لك معروفك أبدا تفضل معي لسيارتي أنا اسمي حسام جئت من البلدة المجاورة لأجل العمل لقد وعدني أحدهم بذلك واتفقنا على أن نلتقي هنا وعندما وصلت اتصلت به وأخبرني أن لا أتحرك من مكاني وسيكون عندي لكنه أرسل لي مجموعة من الشباب ضربوني وسرقوا أموالي واختفوا لا حول ولا قوة إلا بالله الناس لم تعد ترحم والآن لم يعد لي شيء لا أستطيع حتى العودة إلى بلدتي لا بأس لا تخاف سنصل للبيت ستأكل وتنام وفي الغد سنتحدث في الأمر ربما أستطيع مساعدتك لن أنسى لك معروفك أبدا ما حييت مرت الأيام والشهور وأصبح حسام سندي ويدي اليمنى أينما ذهبت كان معي كان ذكيا وسريع التعلم وتطورت شركتنا وكان نجاحنا فيها باهرا تزوج حسام ببنت جاري ومكث معنا وفي أحد الأيام وفي طريق عودتي إلى البيت تعرضت لحادث سيارة وأصبت إصابة بليغة في رجلي قضيت أياما بالمستشفى وكان حسام معي كل هذه المدة يذكرني بأوقات شرب الأدوية ويشرف على حاجاتي مرت الأيام وخرجت من المستشفى وعدت إلى حياتي الطبيعية ما عدا رجلي فقد أخبرني الطبيب أنني سأبقى أتناول الأدوية حتى تتوقف آلامها وفي أحد الأيام اتصل بحسام وقال عم عادل أنا بحاجتك حقا خيرا بني ما الذي حصل زوجتي مريضة جدا مصاب بداء النقراص ولا تستطيع تحمل الآلام أرجوك أعطني قليلا من دوائك لكنك تعلم أن هذا ممنوع الأدوية التي معي تصرف بوصفة طبية فقط فهي تشبه المخدرات وأنت تعلم أن هذا يعتبر ترويجا للمخدرات يجب أن أخذها للطبيب وهو من يعطيها الوصفة المناسبة أرجوك يا عم عادل أعطني حبتين فقط حتى أتأكد أنه مناسب فإن سكن ألمها أخذها للطبيب أصر علي حسام كثيرا وكلما حاولت التهرب كان يزيد إصراره حتى وافقت أن أعطيه فقال شكرا لك يا عم عادل لن أنسى لك معروفك أبدا لنلتقي غدا في الحديقة فأنا مشغول حاليا وافقت على مضت وفي الغد ذهبت بسيارتي إلى الحديقة انتظرته قليلا ثم دخل السيارة وقال مرحبا عم عادل بسرعة أعطني الدواء ها ولما العجلة تفضل أمسك الأدوية وإذ بسيارات الشرطة تحاصرنا من كل جانب أخذونا للقسم وأجلسوا كل واحد في غرفة منفردة قلت للشرطي ما تهمتي لما أنا هنا تهمتك ترويج المخدرات أنا أي مخدرات أنا لم أروج لشيء حسام زوجته مريضة وأحضرت لها الأدوية أخبرته بكل القصة استغرب الشرطي وردد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أتعلم لقد أخبرنا الفتى أنك ترويج للمخدرات ووضع لك هذا الكمين حتى نمسك بك إن كانت قصتك حقيقية فأنت مظلوم ولكن ما باليد حيلة فالقانون يجعلك تدخل السج حاول الكذب وأخبرهم أنك قمت بتوصيلهم فقط لعلم مدة سجنك تكون أقل لن أكذب أبدا وسأقول الحقيقة تم الحكم علي من أول جلسة محكمة وحكم علي بعشرين سنة سجنان كانت صدمتني ولعائلتي قضيت أيامي في السجن وحسان طليق فرح بما فعل حاولت أن أنسى كل شيء ورضخت للأمر الواقع كان كل وقتي في العبادة من صلاة وصوم وذكر وحفظت القرآن كاملا جاءت لجنة السجن عندما علمت بحفظي للقرآن وحسن سلوكي وخففت في حكمي وصارت خمسة عشر سنة فرح الجميع لأجلي لأنهم كانوا يحبوني سواء النساج أو حتى الحراس وبعد أشهر جاءت اللجنة مجددا وجدتني أحفظ القرآن بطريقة ذكية فكنت أعرف رقم السورة والآية والصفحة وكم ذكرت الكلمة من مرة وحتى أنني تعلمت تفسير السور كلها وهذا ما جعل اللجنة تخفف الحكم علي فأصبحت ثمانية سنوات وسمحوا لي بالدراسة عن بعد في جامعة إسلامية وهكذا صار كل وقت في الدراسة والحفظ وتدريس المساجين وتم توصيل قضيتي إلى المحكمة العليا وأوصلوا لهم حسن خلقي وتعاملي فقامت المحكمة بإطلاق سراح مشروط فكان شرط خروجي أن يتم متابعتي لمدة سنة كاملة مع شرط عدم الخروج من الوطن وافقت وعدت إلى بيتي كانت الفرحة لا تسعني فقالت زوجتي ألا تريد أن تذهب لحسام وتجعله يندم على ما فعله معك خاصة أنه ضيع لك حياتك ومستقبلك فقط ليستولي على شركتك لا يا عزيزتي لا أريد أن ألتقيه أبدا أعلم أن عقاب ربي سيكون أفضل من عقابي أنا والحمد لله ربما يظن الجميع أن سنوات السجن ضاعت من حياتي لكنها بالنسبة لي بنت لي كل حياتي بقيت تلك السنة في بيتي وحاولت ألا ألتقي بأي أحد مهما كان وحاولت التواصل مع جامعات خارج الوطن فقد كنت أريد أن أبتعد عن المشاكل من بين كل الجامعات تواصلت معي جامعة واحدة وأرادت معرفة قصتي أخبرتهم بكل التفاصيل ووافق مدير الجامعة على تدريسي عندهم بعد إتمام السنة التي حكمتها لي المحكمة تم تحريري من كل الأحكام وكان أول شيء قمت به هو السفر مع عائلتي إلى البلد الذي اتفقت مع مدير جامعته التقيت به هناك فقال لي مرحبا يا أستاذ عادل أنت بين أهلك لا تخف شيئا تم تعيني هناك كمدرس وكان كل مؤتمر يقام تتم استضافتي كضيف شرف وكان المدير يقف ويقول هذا ضيفنا وأخ لنا العم عادل له قصة عجيبة جعلته يصل إلينا تفضل يا عم عادل واحكي لنا قصتك كنت أبتسم وأحكي ما مر بي وفي الأخير أقول لهم يجب أن تسيروا بقاعدة في الحياة اتقوا شر من أحسنتم إليهم قوموا بعمل الخير وغادروا لا تنتظروا جزاء ولا شكورة وأخبركم أنني بعد كل ما مررت به لازلت أساعد من يحتاجني فغدروا أحدهم لا يجعلنا نقوم بوضع الجميع في كفة واحدة وأنتم أصدقائي لا تنسوا نصائحي هذه أبدا مع السلامة